فرضت ميليشيات الحوث الظلامية على التجار والمغتربين في محافظة المحويت إتاوات ورسوم تحت ذريعة استحداث مقابر جديدة لأبناء المحافظة يأتي ذلك بالتزامن مع حملة للميليشيات في كل القرى والمديريات لفرض التجنيد أو دفع فدية مالية عوضا عن التجنيد من مدينة تعانق السحاب إلى مدينة تحتضن الموت المجانية حيث ودى ارتفاع عدد القتلى من الميليشيات الحوثية من أبناء محافظة المحويتة في الجبهات المنهارة إلى تحويلها إلى صالة كبيرة للعزاء وتشير الإحصائيات أن الكثير منهم سقط منذ مطلع العام الجاري من أبناء المحافظة صرع في عدد من الجبهات بمعدل قتيل كل يومين وكانت إحصائية أشارت إلى أنه في العام 2017 سقط نحو 224 قتيلا في مختلف الجبهات ناهيك عن الجرحى والأسرى والمفقودين في هذه المعارك وهو ما يضاعف من نقمة المواطن نتجاه الميليشيا وخصوصا أن كثيرا من القتلى وقعوا ضحايا تغرير واحتيال إذ أقنعهم المشرفون الحوثيون بأن تجنيدهم حدفوا تأهيلهم ليكونوا أمنيات للدفاع عن المحافظة وتأمينها لإرسالهم إلى الجبهات كما أن عدد من هؤلاء استدرجتهم الميليشيا من خلال استدعائهم إلى إدارة أمن المحافظة بصنعها بدعوة الحضور لتسلم نصف الراتب ليفاجأوا بنقلهم إجباريا إلى الحديدة من دون السماح لهم بالعودة لتوديع أسرهم مشاريع المقابر في المحويت يجري بوترة تصاعدية حيث دشنت الميليشيا حملة تبرعات من التجار والمغتربين من أجل استحداث مقابر جديدة في المديريات مصادر أكدت حتى وقت قريب كان يوجد لدى الميليشيا مقبرة في أطراف مدينتي إشبام والرجم تقع كلتاهم على مساحة واسعة وتستقبلان عدادا كبيرة من القتلى ومنذ اندلاع معركة الساحل الغربي مطلع العام الجاري وسقوط عدادا كثيرة من عناصرها من أبناء المحافظة رأت قيادة الموت الحوثية في المحافظة أن فمت احتياجا شديدا للاستحداث مقابر جديدة في عدد من المديريات كشف مركز المعلومات والتأهيل عن مقتل نحو 700 مدنيا جراء الألغام التي خلفتها ميليشيات الحوثي منذ اندلاع الحرب وأشار المركز إلى أن فرق الرصد وثقت خلال الأعام الثلاثة الماضية مقتل 700 مدنيا نتيجة الألغام في مناطق متفرقة من محافظة تعز بينهم 32 طفلا و14 امرأة وإصابة 1100 في أوسط المدنيين بينهم 38 طفلا و17 امرأة وأكد المركز أن أكبر جرائم الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي تمثلت في زراعة الألغام التي استهدفت في مجملها مناطق آهلة بسكان وأن الميليشيات تسعى لإحداث أكبر ضرر بالمواطنين والمعارضين لها